اشار سعدة وزير الاسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات المهندس باسم بن عقوب الحمر الى ان تبات معدلات الترسيات خلال التسعة الاشهر الماضية بنفس المعدلات السابقة في كافة القطاعات يعكس استدامة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وبالاخص قطع الانشاءات حيث تصدر تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية المشاريع التي يتم تنفيذها مطلع العام بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي على حد سواء ووفقا لاحصائيات صادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات تم الترسية 748 مناقصة بقيمة تصل الى مليار و262 مليون دينار بحريني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري وانطلاقا من اهداف برنامج التوازن المالي حقق المجلس وفورات مباشرة بقيمة 30.8 مليون دينار من خلال 236 عملية تفاوض مع المقاولين والموردين حيث يجيز قانون المناقصات والمزايدات التفاوضة في حالة واحدة فقط اذا كان سعر العطا هو اعلى من السعر التقديري جزيلاً صmorح أليم ار collان او ه او ار اatus شكرا